أهلا بكم نشرة الأخبار تأتيكم من قناة الكوت الفضائية التفاوض بالنار عنوان الجولة المقبلة من المباحثات التي تجري بالقاهرة لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة فبعد انتهاء هدنة الاثنتين وسبعين ساعة الأولى التي اقترحتها القاهرة لم تركن المقاومة إلى التهدئة والاستسلام لكن وفدها يمد يده بالحل السياسي عبر الوسيط المصري فيما اليد الأخرى على الزناد لتسجل صمودا وصفه العدو قبل الصديق بالأسطوري أمام واحد من أكثر الجيوش إجراما في العالم وبين شد وجذب تدور مفاوضات القاهرة فالمقاومة لن تقبل بأقل من رفع الحصار وإطلاق الأسرى فيما العدو الصهيوني متردد بين رغبته في إنهاء الحرب التي كلفته الكثيرا ماديا ومعنويا وبين مخاوفه من التطور المستمر والمفاجئ في تسليح وتدريب المقاومة رغم الحصار فكيف إذا تركت حرة الحركة؟ الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بمغادرة وفد العدو الإسرائيلي للقاهرة وتهديد الوفد الفلسطيني بالانسحاب خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة دفع المفاوض المصري لاقتراح هدنة جديدة لاثنتين وسبعين ساعة أملا في أن تدور عجلة المفاوضات من جديد وهو ما يعني أن غزة قد تنعم هذه الليلة ببعض الهدوء لإدخال المساعدات ودفن الشهداء ويبدو أن المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت والتداعيات التي قد تغير من تفاصيل المشهد السياسي فمن غير المستبعد أن تعود المقاومة للإحتكام إلى الميدان في حال لم يستجب العدو لمطالب الشعب الفلسطيني وصلت قوات الاحتلال السهيوني جرائمها بحق الشعب الفلسطيني استشهد اليوم سبعة أشخاص لترتفع حصيلة الشهداء جراء الغارات المستمرة على قطاع غزة لليوم الخامث والثلاثين على التوالي إلى ألف وتسعمائة وسبعة عشر شهيدا من الأطفال والنساء وكبار السن وإصابة تسعة ألاف وثمانمائة وخمسة وثمانين مواطنا آخرين بجراح مختلفة وأغار تيران الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال غربي خان يونس وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة مما أدى إلى سقوط عدة إصابات كما قصفت أحياء في بيت لهيا شمال غزة وحي التفاح شرق غزة ومخيم النصيرات وسط غزة واستهدفت أيضا المنطقة الحدودية مع مصر يأتي هذا غدا تستشهاد ستة عشر فلسطينيا في القصف المتواصل على قطاع غزة في المقابل ردت المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات والمواقع السهيونية فقصفت مستوطنة أشكول ومدينة بئر السبع بعدة صواريخ وأطلقت ثمانية صواريخ باتجاه مدينتي عسقلان ونيتفوت وأفادت مصادر عبرية أن المقاومة أطلقت أكثر من عشرين صاروخا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات وأعلنت سلطات الاحتلال الاستنفار في مطار بنغريون بسبب اضطرار طائرات على متنها 160 راكبا للهبوط بعيد إقلاعها كما قررت إغلاق معبر كرام أبو سالم حتى إشعار آخر في أعقاب استمرار القصف باتجاه المعبر ودوت صافرات الإنذار في مستوطنتي ناحي العوز وعلوميم والمنطقة الصناعية في عسقلان ومستوطنات ساحل عسقلان ودعت شعبة الاستغبارات العسكرية في جيش الاحتلال أن تغييرا جرى في ميل الضرع العسكري لحركة حماس للانتقال إلى استخدام متزايد لقذائف الهوين التي تعد أكثر نجاعة من المقذوفات الصاروخية وعلى وقع ما يجري في غزة شهدت الضفة الغربية ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال الصهيوني فقد استهدف مقاومون فلسطينيون سيارة عسكرية للاحتلال بالقرب من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية عبر إطلاق النار عليها وأكدت مصادر محلية في مدينة البيرة وسط الضفة سماع إطلاق نار باتجاه مستوطنة بزغوت المقام على أراضي مدينة البيرة وفي السياق نفسه قالت مصادر من مخيم العروب شمال الخليل أن اشتباكا عسكريا وقع بين مقاومين وجنود الاحتلال وتعرض جنود الاحتلال المتواجدين على مدخل مخيم العروب لإطلاق نار في ملاذ المنفذون بالفرار